واصلت الوحدة دائما لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء عقد اجتماعتها حيث ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء راندل منشاوي الاجتماع الثاني للوحدة التي تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض سبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه وجار العمل على إتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيدا لعرضها على المجلس مع تكوين مجموعة عمل مخصصة لتعامل مع ما يرد عن طريق المنظومة هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعريفه بمهام الوحدة ودورها في تعامل الفوري مع مشكلات المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب وآليات التواصل مع الوحدة